أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس دارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من مزايا تنفسية قد عززت المكانة الاستثمارية لمملكة البحرين ما جعلها قادرة على الدوام وفي مختلف الظروف على أن تكون محط أنظار رؤوس الأمال وقال معالي لدى استقباله في مكتبه بقصر الإقضابية صباح اليوم اسمه الأمير بافلوس كونستانتين الذي يزور البلاد حاليا إن شركة ممتلكات وشركتها التابعة والزميلة تطلع بدور مهم وتساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد عبر سعيها إلى إقامة شركات مجدية وخلق فرص ذات قيمة ربحية وعوائد مالية مناسبة فضلا عن مساعدتها لشركات والمشاريع للاستفادة من موقع البحرين بوصفها مركزا تجاريا إقليميا رائدا ووجهة سياحية مرقوبة وذلك كله وفقا لمبادئ حكمة الشركات والشفافية المدعمة ببيئة تشريعية متينة تحمي حقوق جميع المتعملين وتصونها وخلال اللقاء رحب معالي شخالد بن عبدالله الخليفة بضيف البلاد متمنيا له طيب الإقامة في مملكة البحرين كما بحث الجانبان الفرص الوعدة للمشاريع التي يمكن تنفيذها بشراكة مع الغطاع الخاص في المجالات غير نفطية على وجه التحديد لسيما الاتصالات والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة من جانبه عرب الأمير بافلوس كونستانتين عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ولما حظي به من حفاوة وترحيب خلال زيرته لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر